نظمت الفدرالية الوطنية لنقابة العاملين والمتقاعدين بوزارة البترول والطاقة ورشة تدريبية لصالح إعضائها بغية تحسين أداء أعضاء النقابة المناسبة رأسها الأمير العام للوزارة آدم أحمد قدام وغجرت بدار المرأة الجديدة فاطمة داود الحمر إن العمل النقابي يلعب دورا محوريا في الدفاع عن حقوق العاملين والموظفين في شتى قطاعات الدولة سواء كان في حقوق ما المادية أو المعنوية لذا نظمت الفدرالية الوطنية لنقابة العاملين والمتعاقدين بوزارة البترول والطاقة في ناب ورشة تدريبية تحت عنوان إدارة الأزمات في ميدان العمل وذلك لصالح أعضاء النقابة بهدف تعريفهم أكثر على الأهداف والمساعي للعمل النقابي وكذا تطوير وتحسين آدائهم في المجال المهني في كلمة الافتتاحية للورشة الأمين العام للفدرالية الوطنية فيناب فولزي ماداي أسنى على الحضور المكثف للعاملين بالنقابة مشيرا إلى أنه منذ تأسيس هذه الفدرالية لم يحظى عمالها بأي دورة تدريبية وهذه الورشة لم تنظم من أجل التعريف والإلمام بها فقط بل لتدريب أعضائها ووصولهم إلى الأهداف المنشودة من تأسيس الفدرالية وأنه سيتم في المرحلة القادمة تدريب مجموعات أخرى من النقابيين لأجل العمل الميداني الأمين العام لوزارة البترول والطاقة آدم أحمد خدام ممثلة للوزير أعرب بأن هذه الدورة تعتبر الأولى من نوعها مشجعا العاملين في المجال النقابي على دورهم البارس في تحقيق الحقوق العمالية في القطاع العام والخاص مطالبا من المشاركين الأخذي بكل القرارات والتوصيات وتطبيقها بمقتضى القانون المعمول به في البلاد والجدير ذكره بأن الدورة التدريبية هذه تستمر حتى الخامس من أغسطس الجاري وكذا مشاهد الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة